أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تقسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معظم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلقنا من قبلهم من قرن مقناهم في الأرض ما لن نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدر واجعلنا الأنهار واجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلقناهم بذنوبهم فأهلقناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعنهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قيطاس فلمسوه بأيديهن لقال الذين قفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقبيا الأمر ثم لا ينظرون ولو جعوناهما لقال لجعوناه وجله وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزع برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لله قتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاقل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن صيت ربي عذاب يوم النظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفرز المبين وإن يمسسك الله بدور فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلو أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشعكون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم